في السباق الرابع جائزة بيكستون تنتهي لكثير كورس انطلاق جائزة بيكستون لاتخص مهور ومهرات الجزية عربية 25% ثلاث سنوات سباق من نصيف السن مسافة 1900 متر انطلاقها قوية لرقم واحد رهف مع راكيمت القادر القادوسي الاركيخ في الصفة الأول في الصفة الثانية رقم جوش مع راكيمت رحيم في الطول نميغو 4 جويرايد مع سعيد مديحي بيقوبة خضراء في الكاتخيم بلاس رقم 5 ريماص مقاسي في الطول في الكاتخيم التغنيا بلاس رقم 3 جاسبير مع راكيمت رزوهير مديحي أول منعطف في هذا المسبقة رقم واحد رهف الصفة الأول القادوسي الآن يحاول أنه يرفع لقاء الصباق في المقدم في الكاتخيمت رقم جوش مع راكيمت رحيم في الطول في الكاتخيمت رقم 4 جويرايد مع سعيد مديحي في الصفرة بيه وكاتخيم التغنيا بلاس اللان كنتبعون رقم 5 ريماص مع قاسيم فطول رقم واحد في الصفة الأول التي ستحول أنها يرفع إلى الصباق في المقدم فقط إرفقة راكيمت 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 ر 대박 رقم 9 كارالستي التغنيا بلاس رقم 3 جاسبير 0 정عطف رائع Goes mı حولته الآن تمام أول呀 صويل الله جوش صفắc تרך رقم 5 جس backlash صفة الخميز لكن الآن صراع قوي جداً على مركز الأول بين كل من رهف وقارد ياندو غيرل الآن لكن طلقوا بقوة وأكيدوا كيبعدوا شيئاً ما على صحيف الصف الثالث إذن صراع قوي جداً على صف أول بين كل من قارد ياندو غيرل رقم جوج ورقم واحد رهف إذن الآن وصلنا لخطة النهي والمستقيم في هذا السباق صراع قوي على صف أول بين كل من رقم جوج ورقم واحد يوسعوا الفريق بشكل كبير مع رقم ثلاثة جاست بيخ فرات خوزين بلاس لكاتريان بلاس رقم خمار ربعات جاوي رايد قل أن الصراع من حاصر من كل من قارد ياندو غيرل ورهف لكن كيف يفصل على صف أول هو رقم جوج عبد رحيم فضل كيطرق بقوة وكيمشي في تبات نحو الفوز بهذا المسابقة هذا الفوز رقم جوج قارد ياندو غيرل الموادر السيد محمد كريمين كيف يفوز بهذا المسابقة رقم جوج الفوز لكارد ياندو غيرل في الصف الأول ورقم ربعات فرات دوزيام بلاس جاوي رايد خوف صف تاليت ورقم واحد كيف شل كيحتلها الصف الرابع ورقم خمسة ريماس كيحتل المرتباء الأخيرة إذن فوز دينا رقم جوج قارد ياندو غيرل مع راكيب عبد رحيم فضل فرات دوزيام كوخ